بسم الله الرحمن الرحيم روضة ومدرسة أكاديمية العزيزة النموذجية الصف الثالث تدريبات عيسى العوام التدريب السابع والتدريب الثامن صفحة 73 و74 كيف حالكم يا ثالث؟ وصلنا إلى التدريب السابع التدريب السابع هو أملأ الفراغ بالكلمة المناسبة على نمط المثالين من خلال الجدول الذي أمامكم يا ثالث سنستنتج القاعدة الدالة على هذا التمرين معلمة مهندسة طبيبة ممرضة عاملة هذه جميعها يا ثالث ماذا تعتبر من أقسام الكلام؟ أحسنتم تعتبر من أقسام الكلام تصنف إلى أسماء احنا تعرفنا أن أقسام الكلام اسم وفعل وحرف وهذه جميعها أسماء طيب يا ثالث معلمة معلمة واحدة إذن معلمة بدل على شيء واحد فقط معلمة واحدة أمامي معلمة أحسنتم مفرد مؤنث ما جمع كلمة معلمة؟ أحسنتم معلمات إذن هذا التمرين عن ماذا يتحدث يا ثالث؟ أحسنتم عن جمع المؤنث السالم وهو جمع يكون في الأسماء المؤنثة وينتهي بزيادة ألف وتاء مثل طائرة طائرات شجرة شجرات وهكذا إذن مهندسة ما جمع مهندسة يا ثالث؟ أحسنتم مهندسات نحذف التاء المربوطة ونزيد ألف وتاء طبيبة ما جمع طبيبة؟ طبيبات إذن طبيبة وحدة مفرد مؤنث جمع هايش يا ثالث؟ طبيبات جمع مؤنث سالم ممرضة مفرد مؤنث ما جمع ممرضة يا ثالث؟ ممرضات نحذف التاء المربوطة ونزيد ألف وتاء عاملة نحذف التاء المربوطة وتصبح عاملات إذن هذه مفرد مؤنث حولنا من المفرد المؤنث إلى جمع المؤنث السالم إذن جمع المؤنث السالم هو جمع يكون في الأسماء المؤنثة ويكون بزيادة ألف وتاء إلى الإسم المفرد معلمة معلمات شجرة شجرات المطلوب منك يا ثالث إنك تحل التمرين السابع على الكتاب صفحة 73 بالإضافة أنك تجمع هذول الكلمات التي أمامك عاقلة كلمة ثمكة ثمرة طائرة ننتقل إلى التمرين الثامن التمرين الثامن سهل جدا أملأ الفراغ في الفقرة الآتية مما بين القوسين من إلى في على عن هذه أحرف ماذا يا ثالث؟ أحسنتم هذه أحرف الجر المنفصلة وأنا كتبت أيضا بجانبها أحرف الجر المتصلة وحروف الجر المتصلة الكاف اللام البا إذن يا ثالث يوجد هناك حروف جر منفصلة من إلى عن على في أحرف الجر المنفصلة الكاف اللام البا حروف الجر المتصلة وما بعدها يسمى اسم مجرور وعلامة جره ماذا؟ أحسنتم وعلامة جره الكسرة نحل مع بعض ذهبت مع أسرتي في رحلة إلى العقبة في حرف حرف جر ورحلة اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره إلى العقبة إلى حرف جر والعقبة اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وصلنا فراغ متحف الأحياء البحرية ما الحرف الجر الذي يداسبه؟ أحسنتم إلى وصلنا إلى متحف الأحياء البحرية حيث شاهدنا عددا فراغ أنواع السمك أحسنتم حيث شاهدنا عددا من أنواع السمك من حرف جر أنواع اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره تعيش فراغ أحواض زجاجية أحسنتم في أحواض زجاجية وقد حدثنا مسؤول المتحفي فراغ أنواعها وصفاتها أحسنتم حدثنا مسؤول المتحفي عن أنواعها وصفاتها واجبكم لي الثالث لليوم أنك تحل التمرين الثامن صفحة 74 بالإضافة للتمرين الموجود أمامكم إذن يثالث حروف الجر المنفصلة من إلى عن على في وما بعدها يسمى اسم مجرور بالكسرة وحروف الجر المتصلة الباء اللام الكاف وما بعدها يسمى اسم مجرور بالكسرة مثال أكلت بالمعلقة الباء حرف جر متصل المعلقة اسم مجرور وعلى مجره الكسرة الظاهرة على آخره وضعت قفلا للخزانة اللام حرف جر متصل الخزانة اسم مجرور وعلى مجره الكسرة الظاهرة على آخره العصفور على الشجرة على حرف جر منفصل الشجرة اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره واجبنا لليوم غير واجب الكتاب ضع حرف الجر المناسب بالفراغ جلست فراغ الحديقة قرأت فراغ فصل الربيع سافر أخي فراغ مصر يعطيكم العافية مدرسة الأكاديمية العزيزة النموذجية نلتقي في القمة